قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم التي قتلت في دبي الشرطة مكنت من حل غموظة القبر على الجان محسن منير وهسام طلعت بالإعدام فبالإضافة إلى نجاة طلعت من عقوبة الإعدام تبني المشاستة لمدة 15 عاما حما أسنى إليه من يومين أعلنت الشركة المتحدة تحويل كتاب هكذا ترافع العظماء لعمل درامي ولم يتم الإعلان عن تفاصيل كتيرة وتم التعاقد مع القاضي بهاء المري رئيس محكمة جنيات المنصورة اللي قال في الكتاب في 3 أجزاء وللعلم القاضي بهاء المري هو لنظر قضية نيرا أشرف طالبة المنصورة والكتاب ده بيرصد أهم قضايا شهادتها مصر في حقب مختلفة منها الأديم والجديد وحدث الدونشواي وقتل كليبر إلى آخره ولكن المسير في الكتاب اللي هيتحول مسلسل إنه تناول قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والفنانة اللبنانية سوزان تميم بتلاقي كتير ناس بطريقك بتحبيهم وبتضيعيهم القضية المسيرة جدا اللي شغلت الرأي العام مش في مصر بس لكن في العالم العربي كله قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم ناس كتير عرفة كواليس القضية اللي بدأت بعلاقة غرام وانتهت بمقتل سوزان تميم على يد زابط سابق بتحريد من إمبراطور العقارات هشام طلعت مصطفى محسن السكري وقتها روح الإمارات بتكليف من هشام طلعت مصطفى يوم 28 يوليو سنة 2008 وخلص عليها في شقة كان اشتراها ليا حبيبها في منطقة المارينة بدبي وبعدها رجع السكري لمصر وتم اعتقاله فاعترف بقتل سوزان تميم مقابل 2 مليون دولار أبضها من هشام طلعت مصطفى ووقتها هشام طلعت مصطفى كان عضو في مجلس الشورى فرفعت الحصانة عنه كانت حكاية كبيرة وفيها تسجن هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري لما كشفت التحقيقات إن السكري أخذ فلوس كتير قوي من هشام وبعد مدولات وجلسات بالمحكمة وفي يوم 21 مايو سنة 2009 تم أحالة أوراق هشام طلعت ومحسن السكري للمفتي لإعدامهم والمسير بقى وبحيلة قانونية فزة نجح المحاميين بتاعهم إنهم ياخدوا حكم بالسجن المشدد 15 سنة ونجوا الاتنين من حبل عشماوي وبعدها بسنين كتير جدا أخذ هشام طلعت مصطفى عفو رئاسي وخرج من السجن وده طبعا بيجي بعده رد اعتبار وفعلا قدم هشام طلعت طلب برد اعتباره والطلب تقبل والمحكمة قضت برد اعتباره في قضية مقتل سوزان تميم والكلام ده كان في أغسطس سنة 2023 بعد مرور 6 سنين على خروجه من السجن عقب إيدانته في قضية قتل سوزان تميم وطبعا كلنا عارفين إن الرد الاعتبار ده بيمحي السجل الجنائي للمتهم من قضياء وبيكون أبيض يا ورد وكمان بيترتب على رد الاعتبار ده محو الحكم وما يترتب عليه من إنعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الأثار الجنائية للحكم يعني بكده هشام طلعت مصطفى ممكن يترشح في الانتخابات وكمان يصوت يعني كده القضية قفلت خلاص برد اعتبار وأصبح الحكم مش موجود في سجل هشام طلعت مصطفى الجنائي وهنكون في انتظار تناول العمل الدرامي للكتاب اللي ذكر أهم القضايا في تاريخ مصر ومن القضايا دي برضو انقلاب المشير عبدالحكيم عامر والجاسوس عزام عزام ورشوة وزير الزراعة وخطف طائرة مصر للطيران وطبيب كفر الشيخ ومرفعة الدكتور فتح سرور عن نفسه في موقعات الجمال